العالم دلوقتي وشعوب العالم دلوقتي أكثر اقتناعاً بساحة التغرات المناخية وأكثر الحاحن على الحكومتها كل شعب الحكومته نحصل حاجة بسوح ركب محقق هنا هي قصة هنا تحديداً من الشعوب قوي هنا حكومات وسياسات لإحنا نتكلم على مبعاثات حرارية ومش عارف مصانع عاملة إزاي وبتاع في قصة حكومية العملية العملية عايزة الإصراع بالمعدلات لأن إحنا أهمنا إيه إحنا أهمنا ما يوصلش الزيادة لتنين درجة مقوية أو أكثر من كده صحيح مش معناني لو زغست لتنين مش هيحصل تغرات المناخية هيحصل تغرات المناخية ولكن إحنا مش عايزين نخش في السانيروهات الأكثر تأثيراً وبالتالي ضرور الحكومات تسرع والإصراع بيكون في نقل التكنولوجي والأموال وهنا بقى المشكلة القبرى لأن التكنولوجي لدى القطاع الخاص في الدول المتقدمة الغربي ولا تتحكم في الحكومة لا بس فكيف حيتم النقل؟ لا بس طبعاً الحقيقة تقوله مظبوط لكن تستطيع الحكومة تتحكم فيه بسياسات زي ما مثلاً حقيقة دلوقتي بتلزم هنا المصانع إنها تعمل كذا وإنبعثتها كذا والصرف عن طريق كذا وكذا فأقول إن أنا سايب القطاع الخاص يعني يمرح كما يشاء بس أنا مش حاجي وإحنا مثلاً من مجموعة الدول المتوسطة الداخل وعندنا خطط للنمو السريع وألزم أنا صناعتي بهذا ولا لا طبعاً عشان كده أقول لحظة رئيس الجزء الأكبر من التغير المناخي مساهم فيه الدول الصناعية الكبرى هو ده بقى الخلاف اللي موجود دلوقتي إن رغم القناعة بدلك والاقتناعة بكده إنهم يدرون أن يتملصوا من الدفع آخر حاجة قالت لنا لما كنا في فرنسا ومن السيد الرئيس الفرنسي على فكرة يا جماعة الفلوس اللي إحنا كنا وإنا عليها الحكومات مش حجبها المتقدمة حجبها القطاع الخاص